منبر التجديد صوت الوسطية من الأوقاف المصرية مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف توصيات المؤتمر العام الدولي الرابع والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عرض وتحليل تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبرئاسة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اجتمعت كوكبة من علماء الأمة ومفكريها على اختلاف انتماءاتهم الفكرية والدينية في المؤتمر العام الدولي الرابع والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وتدارسوا خلال اجتماعاتهم ما يمر به العالم في الآونة الأخيرة من أزمات سياسية وأمنية وفكرية نتجت عنها ممارسات خاطئة وظواهر محزنة كالتكفير والإرهاب والعنف والإلحاد وغير ذلك مما يهدد السلم العالمي ويضرب استقرار كثير من المجتمعات الإنسانية في مقتل حتى أصبح أكثر العالم مهددا بالدخول في دوامة الفوضى المدمرة والعنف الذي لا يبقي ولا يذر وأكد المجتمعون على أنه مما زاد الأمر سوءا في خضم هذا الواقع المرير الذي تحياه أمتنا الإسلامية اليوم من تشويه المفاهيم الصحيحة وقلب الحقائق الثابتة مجاهدة بعض الجماعات المغرورة المنتسبة ظلما للإسلام بكل سبيل لزيادة الهوة وتعميق الفجوة وإنشاء الفرقة وتوسيع الخرق ومحاولاتها لي أعناق النصوص الشرعية بما يتفق مع أفكارهم المزعومة وآرائهم المنحرفة وتصويرها للناس على أنها الدين الصحيح والحق المبين وانطلاقا من المسؤولية الشرعية والوطنية والإنسانية الملقاة على عاتق العلماء والمفكرين وإيمانا منهم بضرورة المواجهة العلمية للأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة حول كثير من القضايا كالجهاد والتكفير والحاكمية والمواطنة وغير ذلك والعمل على كشف توظيف بعض المنتسبين للإسلام أدين لأغراض نفعية أو سلطوية للوصول إلى أغراضهم الخبيثة أعلن المؤتمر عن مجموعة من التوصيات جاءت كالتالي واحد يعلن المؤتمر أن الإسلام دين يكفل حرية لاعتقاد فلا إكراها في الدين وأنه يسوي بين الناس في المواطنة والحقوق والواجبات على اختلاف معتقداتهم دون تمييز وأن عماده العدل والرحمة وصيانة القيم والدفاع عنها وقبول التنوع واعتباره سر الكون كما يحرم الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال إلا ردا لعدوان ظاهر على الدولة ووفق ما يقرره رئيسها والجهات المختصة بذلك فيها إذ إن إعلان الحرب دفاعا عن الأوطان إنما هو حق للدولة وفق ما يقرره دستورها ورئيسها وليس حقا للأفراد وأنه يحترم العقل أداة للفكر الصحيح ويشبع الوجدان ويغذي المشاعر ويعانق بين الدنيا والآخرة وكل تصرف على غير ذلك مقاف لصحيح الإسلام اتنين الإسلام بريء مما يرتكبه بعض المنتسبين إليه من التكفير وترتيب بعض الأفعال الإجرامية عليه من ذبح وحرق وتمثيل بالبشر وتدمير وتخريب إذ هو افتئات على حق الله المتفرد بالعلم بما في قلوب عباده كما أنه افتئات على حق ولي الأمر 3- لا يصح أن يحتج على الإسلام بأخطاء بعض المنتسبين إليه ولا بسوء فهمهم له أو انحرافهم عن منهجه 4- على جميع أتباع الديانات النظر إلى الأديان الأخرى بمعيار موضوعي واحد دون تحميلها أخطاء بعض أتباعها 5- توظيف بعض المنتسبين للإسلام أدين لأغراض نفعية أو سلطوية إساءة إليه وإجرام في حقه 6- أجمع المجتمعون من العلماء والمفكرين والباحثين والكتاب على إنكار طرد الناس من أوطانهم أو هدم دور عباداتهم وسبي نسائهم واستباحة أموالهم بسبب اختلاف دينهم تحت مسمى الدولة الإسلامية أو أي مسمى آخر والإسلام بريء من كل هذا 7- اتفق المجتمعون على تحريم ازدراء الأديان لما فيه من اعتداء على مشاعر أتباعها ولما ينشأ عنه من تكدير السلم الاجتماعي والإنساني العام وما يترتب عليه من إشاعة الفتنة والعنف وصدام الحضارات 8- أجمع المجتمعون على تصحيح المفاهيم الآتية ألف الإرهاب وهو الجريمة المنظمة التي يتواطأ فيها مجموعة من الخارجين على نظام الدولة والمجتمع وينتج عنه سفك دماء بريئة أو تدمير منشآت أو اعتداء على ممتلكات عامة أو خاصة به الخلافة وصف لحالة حكم سياسي متغير يمكن أن يقوم مقامها أي نظام أو مسمى يحقق مصالح البلاد والعباد وفق الأطر القانونية والاتفاقات الدولية وما ورد فيها من نصوص يحمل على ضرورة أن يكون هناك نظام له رئيس ومؤسسات حتى لا يعيش الناس في فوضى فكل حكم يحقق مصالح البلاد والعباد ويقيم العدل فيها حكم رشيد وعليه فلا حق لفرد أو جماعة في تنصيب خليفة أو دعوة إقامة دولة خلافة خارج أطر الديمقراطيات الحديثة جيم الجزية اسم لالتزام مالي انتهى موجبه في زماننا هذا وانتفت علته بانتفاء ما شرعت لأجله في زمانها لكون المواطنين قد أصبحوا جميعا سواء في الحقوق والواجبات وحل الضوابط ونظم مالية أخرى محلها مما أدى إلى زوال العلة وما ورد في القرآن الكريم من حديث عنها يحمل على في الأعداء المحاربين والمعتدين الرافضين للمواطنة وليس في المواطنين المسالمين المشاركين في بناء الوطن والدفاع عنه دال دار الحرب مصطلح فقهي متغير وقد أصبح في وقتنا الحاضر لا وجود له بمفهومه المصطلحي القديم في ظل الاتفاقات الدولية والمواثيق الأممية ولا يخل تغييره بالتأكيد على حق الدول في استرداد أرضها المغتصبة وأخصها حقوق الشعب الفلسطيني والشرع يوجب الوفاء بالعقود وعليه فلا هجرة من الأوطان بدعوة لانتقال لدار الإسلام هه المواطنة تعني أن يكون المواطنون جميعا سواء في الحقوق والواجبات داخل حدود دولتهم واو الجهاد رد العدوان على الدولة بما يماثله دون تجاوز أو شطط ولا مجال للاعتداء ولا حق للأفراد في إعلانه إنما هو حق لرئيس الدولة والجهات المختصة بذلك وفق القانون والدستور زين على المؤسسات العلمية الدينية وضعوا ضوابط التكفير لتكون بين يدي القضاء وبما يشكل وعيا ثقافيا ومجتمعيا يميز بين ما يمكن أن يصل بالإنسان إلى الكفر وما لا يصل به إليه أما الحكم على الأفراد أو المنظمات أو الجماعات فلا يكون حقا للأفراد أو المنظمات أو الجماعات وإنما يكون بموجب حكم قضائي مستند على أدلته الشرعية والضوابط التي تضعها المؤسسات الدينية المعتبرة حتى لا نقع في فوضى التكفير والتكفير المضاد مع التأكيد أن استحلال قتل البشر أو ذبحهم أو حرقهم أو التنكيل بهم من قبل الأفراد أو الجماعات أو التنظيمات يعد خروجا عن الإسلام حاء الحاكمية تعني الالتزام بما نزل من شرع الله عز وجل وهذا لا يمنع احتكام البشر إلى قوانين يضعونها في إطار مبادئ التشريع العامة وقواعده الكلية وفقا لتغير الزمان والمكان ولا يكون الاحتكام لتلك التشريعات الوضعية مخالفا لشرع الله ما دام أنه يحقق المصالح العامة للدول والشعوب والأفراد والمجتمعات وفق المقاصد العامة للتشريع تسعة ضرورة تطوير الخطاب الإسلامي بحيث يكون خطابا متوازنا يجمع بين العقل والنقل ومصلحة الفرد والمجتمع والدولة ويسوي بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات ويكون قادرا على محاربة كل ألوان التطرف والغلو والتسيب والإلحاد عشرة يوصل المجتمعون بإقامة مرصد دائم بكل لغات العالم تكون مهمته رصد أخطاء بعض المنتسبين للإسلام والرد عليها بالحجة والبرهان بحيث يربط بين جميع الهيئات والمؤسسات الإسلامية في العالم حداشر يجب إعادة النظر في مناهج الدراسة الدينية والثقافية في المؤسسات التعليمية في العالم العربي والإسلامي وتنقيتها من المسائل المرتبطة بظروف تاريخية وزمانية ومكانية معينة مما يتطلب إعادة النظر فيها وفق ظروفنا وزماننا ومكاننا وأحوالنا بما يؤدي إلى نشر ثقافة التسامح وتكوين العقل بما يجعله قادرا على التفكير وإنزال الأحكام الشرعية على المستجدات والنوازل من غير مجافات للواقع أو التضارب معه تناشر يطالب المجتمعون بتفعيل ما نادى به السيد رئيس الجمهورية وراعي المؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة قيام الدول العربية بتشكيل قوة ردع عربية مشتركة لمقاومة الإرهاب 13 يطالب المجتمعون باتخاذ خطوات عربية وإسلامية باتجاه تكوين تكتلات سياسية واقتصادية وفكرية وثقافية في ظل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بما يجعل منها مجتمعة رقما صعبا يصعب تجاوزه أو الافتئات عليه في المحافل الدولية أو التكتلات الاقتصادية العالمية أو الغزو الفكري والثقافي لأبناء أمتنا العربية والإسلامية 14 التنسيق بين الوزارات المعنية بالثقافة والتربية بحيث تعمل وزارات الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والشباب كفريق عمل على أن يقوم الإعلام بدوره في تأصيل القيم 15 التوصية بالاهتمام البالغ تدريبا وتثقيفا واستخداما لعوامل التواصل الحديثة والعصرية وبخاصة في المؤسسات الدينية والفكرية والثقافية 16 وافق المجتمعون على تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ التوصيات تجتمع كل أربعة أشهر وتصدر بيانا يرسل إلى جميع المشاركين ولوسائل الإعلام المختلفة للوقوف على ما يتم تنفيذه إن الله لا يغني رماد قوم حتى أن يغني رماد أنفسه